بركة بر والدين جدا جدا شوفوا كيف اللغناه القصة بدأت إن أبوه تقريبا حصل على وظيفه وعمره تقريبا 17 سنة هاكا يمكن يوظفونهم لأن ما كان في أحد متعلم حصل على وظيفة صغيرة على قده هذا الولد قرر أن يعطي أبوه راتبه كامل وفعلا كل شهر يستلم الراتب يسلم الأبوه كان والده ظروف على قده وما ذلك يرفض راتب ولده ولكن الإبن يسر إلا يعطي أبوه هالمبلغ هذا مساعدة له واستمر على الحال سنوات وفي سنته من السنين جازي ميلله قال يا فلان أنا شريت لي أرض وترك شريك معي فيها القصة تقريبا قبل أكثر من خمسين سنة الرجل شر الأرض باربعين ألف ودخل صاحبنا شريك معه بالنص وهذا المبلغ كان يعتبر هكالأيام مبلغ كبير جدا جدا ما حد يقدر عليه جازف هذا وشراها ودخل هذا معه في الشراكة وكان مطلوب منهم دفعة والباقي تقصيد شروا الأرض وبعد ما شروها نزل سعره نزول هائل وهذا أصابهم بنوع من أنواع الرعب والخوف على مستقبلهم ومستقبل أرضهم والأموال اللي حطوها فيها الأرض رضوا أرضهم يمين ويسار ما حد ينجاهم ما حد يكلمهم ولا حد يبيعوا يشتري معاهم السوق نايم ولمرها كتن بالحيل حتى إنهم يبغون يكسرونها ما لقوا مشتري وفي يوم الأيام الرجالة مصرين صلاة الفجر إلا ويلقى واحد من الجماعة المسجد قال يا فلان قال سم يا فلان أخدتوا التعويض قال وش تعويض قال أرضكم جايها التعويض قال انت كلم من جدك وقال نعم وساميكم قاريها هناك روح وشوفوها فالمسان أفلاني راح الرجال طاير للوزارة المعنية اللي عندها الأسماء الشاهد في الأمر وتأكد ولقاهم حاطين لهم مليونين وشوي يعني كل واحد منهم تقريبا بيطلع عليهم مليون وشوي الشاهد في الأمر يبغى يكلم خويه ويعلمه بالسالفة بس خايف يجيه جلطة قام يجيه شوي شوي قال يا فلان لو جانا راس مالنا قال بيع قال لو جانا مكسب قال لا تنتظر قال فيه واحد لعله يشتري وينشوفه علمه منه علمه بالمبلغ واقتسمه التعويض وهذا من الله ثم بركة بر الوالدين والاستثمار في العقار تجيهم هذه الثروة هذه كانت ضيقتهم صدورهم على مستقبلهم ما يدلونش بيجيهم ما يدلون كيف يبعون أرضهم إذا جتك الضيقة ذي ترجعك بعدها خير أخيرا من يوم اشتغلت في العقار إلى يومكم هذا ما أذكر إني لقيت عقاري مفلس السلام عليكم